أعلنت المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في إقليم كردستان إحصائية شاملة لعادة النزلاء في السجون الإصلاحية للعام 2022 وقال مدير مديرية الإصلاح إحسان عبد الرحمن في مؤتمر صحفي إن حكومة كردستان تمنح إجازات منزلية للنزلاء في سجون الإصلاح ممن أكملوا 25% من المحكومية حيث أن كل ثلاثة أشهر يذهبون أسبوعا واحدا بين أفسارهم بكفالة ضامنة وتطرق المسؤول الحكومي إلى إحصائية بأعداد النزلاء في السجون بحسب المواد الجزائية للمدانين بها حيث كانت لقضايا الإرهاب حصة الأسد بـ 1550 نزيلا وعجأت المخدرات ثانيا بـ 922 نزيلا من بينهم 321 متاجرا و621 متعاطيا ترجمة نانسي قنقر